تطورات عاددة عرفتها أسواق العملات الرقمية المشفرة في الأيام الأخيرة بعد أن تلقت ضربة قوية نتيجة لتعثر FTX واحدة من أكبر المنصات العاملة في هذا المجال والتي خسرت خلال الأسبوع الماضي نحو 17 مليار دولار مما أدى إلى انخفاض كبير في العملات المشفرة قدر بنحو سالب 14% خاصة البيتكوين التي خسرت خلال 24 ساعة أكثر من 12% من قيمتها وهبطت القيمة السوقية للعملات المشفرة من 3.65 تريليون دولار في نوانبر 2021 إلى نحو 808 مليارات دولار في منتصف نوانبر 2022 الأمر الذي أصاب الأسواق بالفزع والهلع وينذر بانهيار هذا السوق وهو ما دفع البعض لتشبيهها بالأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008 ما يهمنا في هذا الصدد هو أن جزءا لا بأس به من المتضررين هم من المنطقة العربية خاصة المغرب والخليج العربي رغم عدم قانونية هذه المعاملات والذين سيتأثرون حتما بهذه الهزة أزمة مستمرة لأشهر أو لسنوات أو كما اعتدنا في السابق بأن العالم ينسى مثل هذه التوترات إذ قد تكون ربما فرصة لعودة الاستطمار في هذا المجال أسئلة كثيرة ولكن اليوم الثقة مهزوزة فهل تستطيع المغامرة في هذا المجال؟ اكتب لي في التعليق ما رأيك